اذهبوا الى ازمة الاقتصاد والعملة في لبنان ازمة المودعين في لبنان تصل الى ذرواتها بعد تسجيل سعر صرف الدولار رقما قياسيا متجاوزا اعتبت الثمانين الف ريرة لبنانية للدولار الواحد الامر الذي دفع عددا من المودعين والنشطاء الى شن حملة على عدد من المصارف وتحطيم ابوابها واشعال الاطارات امامها لنشاهد هيدا بنك عودي بادارو وهيضا الى هونيكي بنك الاعتماد كمان مولعينه المودعين اطلقوا على تحركهم اسمها حملة تحرير الودائع من المصارف واعلنوا عن استهداف بيوت اصحاب ومدير المصارف حيث توجهوا الى منزل رئيس جمعية المصارف وادرموا النار امام بيته وكتبوا عبارات على الجدران نتابع مشاهدين تحالف متحدون الذي يعد احد الداعين لهذه الحملة قال في بيانه ان الهدف من التحرك توجيه رسالة انذار اخيرة وحاسمة بضرورة وقف تعسف وتعنت اصحاب المصارف وجمعيتهم وسادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان ادمون شماس قال ان المشكلة ليست في حرق المصارف وانما في ايجاد حلول منصفة للمديرين وتابع الطبقة السياسية هي التي سرقت معظم الاموال وفق تعبيره بينما اعتبر وليد بنصار ان حرق المصارف او المتاجر او الاملاك العامة والخاصة هي جريمة بحق المواطن لانها من اموال الشعب وحمل المسئولية للسياسيين اللبنانيين فيما وصلت اليه البلاد حسب وصفه نختم بتغريدة جوزيف زخور الذي يرى ان شركات التأمين ستعوض المصارف عن الحرائق التي تتعرض لها لكن الخاسر الاكبر هم جيران وهذه المصارف وقال ان اقفال المصارف يعني تدمير الاقتصاد وحركة الاسواق حسب تعبيره